محبتها لأخوها مكاناتها لأخوها من ناحية الرواية الرواية حين الموضوع هذا كان جميل وبجيب لكم قصة القصة هذه بعد من القصص الموثوقة والمعروفة والمشهود لها هذا رجل من شمر اسمه غريب أشلاقي من شمر رجل علم من علام معروف اسمه ايش اسمه غريب أشلاقي الشمري جاه هو اياه واحد من الشيوخ بن شعلاء هو اياه بن شعلاء جوه من الشمال يبون حايل وهم في الطريق والكلام هذا قدين وهم في الطريق يمشه الرجل أو على ذلول أو على مطايا ولي هاك البيت يقول غريب يوم دخلنا يوم دخلنا دير شمر يقول لها البيت لما تبزين بنيته قالوا حين هزعلي قال يا مجينة وليها كالرجال اللي يرحب ويهلي قالوا ولا النار ولا الدلال ولا المجلس الزي ولا قالوا حين اقلط قالوا يصب الناقل قال لابن شعلان يدخن يعمر فالغليون فالغليون وذاك اللي يحشون الله يحييكم وانت مضيف الله يحييكم لكن الدخام ما ما اسمح لا لك ولا غيرك ولا اسمحت لحد قبلك الله قال إذا كان كذا حنا نعتذر اي ونمشي تعذر لن يبي بتعمر يبي يجسي وتقهو وبيدع الرجال إذا ما دخن متعودر علىها هالمصيبة وعلى هالبلع الله المستعب يعفو المسلمين من قالوا حنا نستاذر من وقال حنا نمشي يقول غريب أنا ما ودي ودي أني قالي بيت أن يستقبلون هذا الشيخ اللي يخوي هذا ويقولون أمر ويقولون كل شي لأني في دير شمر وبيع الحلم الطيب طيب خاطر اي قال لي والله ناكل بيت قالوا نازل قالوا قرب المساء كل مجين ولي ما فيه إلا المرة قالوا يتحي قالت كهوتكم ترى عندكم واحد منكم يجيب لهم الحطب يجيب لهم المأ قالت واحد منكم يسوي كهوتكم ويقوم غريب يسوي الكهوة أغريب شمر والبيت هذا عرف أنه بيت شمر والناس يعرفون من اللهجة من المنطقي ويقام غريب وجلس يسوي الكهوة ويوم منها خلصت الكهوة وقرب الحلال وهو يتروحوا تجيب ويحتم من الغنم جيب ذبيحتهم هاك الحايل يخدم مرباحكم ويوم أنها جابتها وقربتها واللي هي شوف غريب هي عرفتها الحين غريب عرفت غريب أنه أنه شمري من كلامه وهو يتشر له وهو يقوم قالت له يا رجل أنا ولي كان أدبحها ولكن من يبدأ بحثها وفيها رجل صلق عشان كنتو أخويك سلام قام مغريب وذكي ووصل لخها وركبت جدرهم وهم جالسين يتقهون على وما جلسوا يتقهون قال أبي شعل يا رأية البيت حنا ما زلنا نشرب الدخان بتسمحون ندخن في بيتكم ولا لا قالت يا بي الله نسمح لكم وهذه قطمة دخان لها في كيسة لأنهم يخذونه ويحطونه في العظ وهذه كيسة دخان ويتحذفها ترى رأى البيت ما يدخن ماري يجيبها للرياجيل اللي يشربون هلأجو يجوه ناس ضرمانين تعودوا عليه تعودوا عليه وهو تحذفها عليهم قالت هذا قال لحنا معا لقاتلها هذا واختلوا راحتكم والله يحييكم هو يستانس ويدخل ويتقهوة ويعيما لأنه يحبهم على الكهوة يحب أن يتقهوة هلما كان يدخلها لكن مع الجلسة كيف وليس رأيه ومع الكهوة ويحب ولا هو كان يدخن ويمشي مع الطريق الشاهد اذبحوا عشاهم قلطوا وصحنهم قلطت هالعشا وحطت لهم قدامه البيت ووقتهم كنزين قام بن شعلان وجلس على الصينية مغارة اثنينهم ما فيه حتى مغارة اثنينهم ما فيه حتى عندها قام بن شعلان وجلس ولقى لقى ظهرها البيت لقى ظهرها البيت والصينية على الجهات الثانية قابلة غريب لأنه ما قد يجلوا جنبه قابلة في الجهات الثانية على الصينية يقول لأهي المرأة واتفا قالت الله يحييكم الله يحييكم على صينية زوجها اسمه عبد الله شمبل الله يحييكم على صينية عبد الله اللي اللي الآن منه حضر تقص والإيه منه غاض وص وص وترى هذه المقولة تقال في وقتها أنا سمعتها بسلوب بختلف عند ناس لكن هذه زين الترحيبة قالت الله يحييكم وعلى فعل وعلى الله يحييكم صنية عبدالله اللي لم نحضر تقص وليم من نغاب وصص قال عبدالله بن هيثم أو زي كذا له لقب نسيت نسيت عبدالله لهم لقب قال عبدالله عرفنا ونعمه سبعة نعم أنت من أنت الهيثم عبدالله الدهيثم قال أنت من أنت قالت الهناء أنا بشرة أنا بشرة بنت فلان الدهيثم زوجت عبدالله بشرة قال والله ونعم عبدالله ونعم بتسو بهلت هذه السالفة جت فيها مداخلات في سوالة أخرى على كلمة اللي حضر نعم تقص وليغاب وص وص جت رويات أخرى ثانية يشاركونها فيها يقولون يقولون هالنا تقال هذي طيبة حنا عندنا عندنا وعند رابعنا الله أكبر ترحيبت مرة رحبت نفس الطريقة بس بسلوب منطق آخر الله أكبر قالت الله يحييكم على صنية فلان اللي حضر ملاها وليغاب وص علىها الله أكبر الفكرة نفسها نفسها نعم اللي حضر تقص وليغاب وص لحضر ملاها وليغاب وص علىها ماشاء الله كلمة اتقال دارت على سنة النساء دائما النساء يقولون نيابة عن أزواج هذي المعلومية هذه حقيقة القصة اللي اللي حبيت ماشاء الله عندنا ظاهر يبو سليم سامع الكلمة ذي مختصرة أقل طو قالوا وين رأي البيت قالوا بيجي حاضر نغايب لكن الله يحييكم مرحبا هيل ما غاب اللي بثوبة صح واللغة بجميتي واللغة بجميتي صحي يعني البيت رأي موجود والكرم موجود يختصرنا في هذه عندنا الموجودة هذه في الجاي في الحجاز كله أنا أمكرم أتفضل الله عبد الرحمن إلا في مثل اللي في مثل بس ودي أعرفها أود أنكم تصححونها لي مسلم الكرامة ما هي المنع بيتلة اي 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 ما هو بالله يقول لس الكرامة قدر من عبيتلة اي إن الكرامة الكرامة قدر من سواه من سواه يا سلامة لا أقول أنا في بيت اللي يقول يزين الكلام هذا اسمع البيت يا بو ما دام جبتها وضيعت القسيدة للبيت ده يقول ما كل من يرجي ما كل من يأكل من الزادي هنا ولا كل من يرجي طعام يجيله اللي رجال القارط ويجي هذا ويجاب من نكد عليه خل الزادي وقال لا أخذ له لقمتن ولا أقدع كلا يا الله ايوه هذا هي برضا الله يطول عمارك أقول لكم وش الموضوع بالعجل ما باقي بصنان باقي بصنان تحاكم ولا وش الموضوعكم فيه أقول تحاكم على شحب